اشتركوا في القناة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته استيقظ يا احمد حان وقت صلاة الفجر يا امه لا استطيع الصلاة لماذا يا بني؟ لاني لا استطيع الوضوء في هذا الجو البارد ونزلة البرد اشتدت علي يا امه حسنا يا صغيري اكمل نومك والله سيغسر لك ألم يستيقظ احمد بعد؟ احمد يعاني من نزلة برد شديدة ولا يستطيع الوضوء في هذا الجو البارد فيزداد مرضه سوءا فتركته يكمل نومه والله سيغسر له سبحان الله يا امه احمد نعم الله غفور رحيم ومن رحمة الله بنا انشر علي احمد ومن هم في حاله التيمم حتى يؤد الصلاة في اوقاتها ولكن التيمم يكون فقط عند فقد الماء لا يا امه احمد التيمم يكون عند فقد الماء او تعذر استعماله كخوف المرض مثلا او قلة الماء في السفر استمعي الى اية الوضوء ماذا يقول المولى في اخرها وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم او لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من فمن كان مريضا يخشى زيادة مرضه او هلاك نفسه فانه يتيمم ولو كان جنوبا سبحان الله ما ايسر الدين وما اعظم الفقه والتعلم نعم ما ايسر الدين يا زوجتي شزاك الله خيرا يا ابي ولكن كيف اتيمم واين لي بالتراب يا ابني يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فتعال معي يا ابني الى هذا الصعيد الطيب هل تعرف كيف تتيمم يا احمد في الحقيقة لا لا اعرف يا والدي كيف يكون التيمم هكذا يا ابني تضرب الارض بكفيك هكذا ثم تنفضهما ثم تنسح كفيك ثم وجهك فقط هكذا ما ايسر ذلك نعم ما ايسر ذلك وما ايسر ديننا يا ابني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر